أني يا مكان وكين الله في كل مكان حتى كان لحبق السوسان في حجر النبي العدنان عليه أزكى الصلاة وأفضل السلام عجبني ندم الكلام ونسج من خيوط الحكاية شكال والوين سمعوها نسوا رجال وكبار ونوصيك يا الواكل الرأس في البرماء دامو لعين شافت لقلب وجه وفمك بتدلو الجامو تكات حكما ومنو تفرق الحكاية أراها سكات حكما ومنو تفرق الحكاية لها طرف الناس خليها وسبح لله الدائم أراها الحر والد الحر هو اللي كيوزن كلامه الحر والد الحر هو اللي كيوزن كلامه وكيعرف لمن يقول سره ويبوح بهدرت والغارقع إلى درك الحال شكيل مولانا هو مدبر الحوال نيومة القصة ديال نعيمة بنية في مقتبل العمر حبت بحالها بحال أي وحدة ولكن ما كانت الغلطة مخصنيش نعلم عليها باش ما تكونش حجة علية قدام الناس اللي عمرهم ما غينسوا لي ديك الغلطة تابعوا معي حتى الله خر قناة الحدد 24 مساء النور عليكم مساء الفرح والسرور على قلوبكم الله يزين الصناع على كل العيالات اللي كيدروا الرانضة اللي كيدروا الطفيرة اللي كيدروا الحلويات اللي كيصيبوا الأشغال المنزدية اللي كيخدموا على ولداتهم اللي كيدروا أي حاجة تبارك الله عليكم شكراً إنكم كتشدوا القصاص وتتونسوا بهم باش تكملوا شغلاتكم للايختكم شكراً للعيالات اللي طحوا لهم تليفون تمش بكديل أمعاً للايختكم علينا وشرف كبير لنا المتابعة دي لكم مغاربتنا داخل وخارج أرض الوطن لكم مني كل موتة والتقدير ونبدأوا القصة دي للا نعيمة أنا نعيمة كنت معاشرة مع واحد البنت صراحة ما بينيش وبينها شرق ديما ولكن بحكم أنني كنت في العربية وطلعت للجامعة مشيت للجامعة وسكننا وكانت ساكنة حدايا فحد يعني فحد البيت أنا واحد البنت كاريين شامبرو يحد أنا فحد شامبرو يوبنت واحد أخرى تعاشرنا أنا وياها منينتي منين أنا من كذا من كذا صدقتك هنا شي قرابة ما بين بابها ما بين الأب ليالي صافي بنت عمي بنت عمي والليت أنا كان عايت لها بنت عمي وهي كان عايت لي بنت عمي داست بنات ناشرة وهدر وحديت وكلام واللينا كان نمشي وأنا وياها للجامعة وكان نرجعه بحل أي بنت كنت مراهقة وسهل أن الإنسان يشكل من ديك العجينة اللي كتكون خامة أي شكل بغي يخرجوا منها خاصة أنني بنت البادية وعمرني ما جلت ما عرفت ما شفت ما تشوفت غلطت معا واحد السيد اللي وليت كان نخرج معه اليوم غدا اليوم غدا وما كنتش عارفة للأزف تلقي تراسي حاملة شنو درت مشيت درت تحليلة عن صحاب التحليل واجبت الورقة بالتلفى وبالخلع وفيها سميتي وكنيتي أعطتها لصحبتي وخليتها عندها كتلي ناري شنو غلطي ندير قتلي ويني 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 قلبي ما تديري يامس خوطر لي ومغل قتلوا قداركم الزيت راتي ومشيت عن تختي لمدينة وحدة أخرى سمحت في القراية ومستقبالي وحياتي وكل شي وزيت راتي باش منتفضحش وسط الناس بالصح مشيت عن تختي قلست معا وكرشي كتبها النهار على نهار وحتى هي كانت خدامة في المدينة بقيت معا مستورة ومخبعة مماكينة انها اللي جاني لوجه عدتني نولد ومشيت أولدت بساكوتي لعين شافت لقلب وجه أزدت الوليد ما فرحتش بيه وما شفتو شو ما شميت شريحتو أزدت ومقا وللناس جاءوا داخلين معانا أعطاتوا ليهم حسيم بساكوتي ما شفتو ما شافني وجيت للتركة بكيو وكان نوح وقالت لي يرفع علي التركة عند كل وجه اللي تبقيت بكيو تنوحي سيريجي بنا هذا اللي حملتي معي يالله اللي يدرنا الورقة ويدرنا كذا بقالك غلبك تقاطع معايا أخوتي تقاطع معايا عائلتي حبا ما بقاش كيشوف فيها والخبار دغيا شاعت في الطوار وفي القبيلة ناري مشكيلة هادي أعربت من الطوار اللي كنت ساكنة فيه ومما دستاش لك بدوجات وصلت عليها وقالت لي يالله يا بنيتي واجترتي لي ردتيني ضحكة وصلت القبيلة وفي مكان المجمع كان أعرب منه لا يعود العيال تمشي فين فيها أنا موامتي قال سهنة وغدين ختم وغدرد لك ترشك نمشي سيام وجه سيام أبقيت كان خط خط زناقي كان فصل للطروبة حتى تلاقيت معه وحد تريتور وبدأت نخدم معه وشربت الحرفة مزيان ايواش غنقول لكم تعلمت حرميات بالهجدايا كان أخدم لخمسة ديال طابلات وطابلالية كان أخدم ستة ديال طابلات وطابلالية كان أخدم عشرة ديال طابلات وطابلالية ستة تقفية وحط ليا كل شي في دي من بعد تعرفت على واحد السيدة مساسية ومقاسية وتيجي عندها الإماراتيين والخليجيين والتي تعيت لها نقعد لها الطابلات ونقعد لها وكانت المطاريات بالتخبية والطيابة وأموري وكان يعني كان أخدم لهم في القصائر القبار اللي يكونوا فيهم دوك الناس وكانت تخلص كارشي صحيح وبديت كان جمع في الفلوس والحمد لله قدرت واحد للكونط في البنكة ولكن ما تنسيش لله رمش فارا رمشي من حر مالك رككتي إنسان مأمنك على الرزق ديال وانتي كتديله منه المهم المهم ما شي مشكل تفضلي كملي المهم السيدة قط بحالها كاك شلات واحد لبقيعة حناليها مولانا ومع ذلك كتبغي تمشي لدوارهم كتبغي تمشي تعييد مع دارهم كتبغي تمشي في المناسبات وكتنى الإيام تنسي وكتنى العوام تنسي وكتنى الوقت تنسي ووالو كما قالوا سيادنا كين زمان كينسي وكين زمان كيقصي زماني نساني وقصاني على ذاك السيد اللي كنت كنحمق علي وكن عشقود عرهابية وقصاني حتى على راسي واللي دير بحل الزززوار دير بحل منشار طالع واكلة هابط واكلة ما كنعرفش يمار حميني ومع ذلك قوة الشخصية اللي ولت عندي كنحل ببا وخوتي وعائلتي كنبغي نكون معهم في العيد وفرمضان كنبغي نكون معهم في النهار الزين كنبغي نكون معهم في المجمع كنبغي نحضر معهم إلا ماتشي واحد من العائلة كنبغي نتخبط وما قداش نحضر بقيت على تواصل أنا وديك صحيبتي كملات الجامعة ديالها المهم شدت غير الدك ومشات خدمات مع واحد لمحامي قد ستفلم يلفات وقد قعد توم ودك شي لأن الظروف ديالها كانت صعبة وتمر الأيام ورجعت لدارهم سافي سيدة رجعت لدارهم من اللاسم من ذلك الخدمة قالوا لها دارهم آجي صافير أخوك هو سهل عليها الله دابا بارك عليك ما تحطي مع كذا قلت لك نمشي نرتاح كانت واصل أنا وياها كانت عيط أنا وياها أخوها وجد رسول يقول أمور وعود دارهم بالبني وكل شي وقال لغا نجو مرحبا عيطت لي قلت لي وضحك من من واندخالتها حماق عليها ولصق عليها يالله جا من ألمانيا قالوا وين ونون هذه كسيدة بغيتها عند بالها غير وقيت تزوين وغاد الدوز لأن هي اللي كانت بغاها الرأسها ومرة مرة وكانت تعاود لي عليها الصراحة ولكن هو ما يشوف للجهت وملي شافني سيد حماق وطسطة خرجنا أنا ويا وانا مكنش من العاكزين اهضرنا وتكلمنا فوجنا اهضرنا وتعاودنا وخرجنا وترنظفنا ومشينا للقعاوي ومشينا على ريستورات ويوصل علي المدينة فين كينا أنا السيد مدد لهطلة ديالو وقال لهم موالو بغيت سيد ومنها نموت قلت لأمي وقلت لأقول الخوتي أنا سنجي وغندي الخطبة في دارنا وخلي كل شي عرف بأنني أنا أرى ما كين والو من ذك شي وانا سنجو بغز العز يعني اللي دع ليدك سيد مخلا مشرع لي مخلا ما جاب لي مخلا مدال لي مخلا ما تقد لي وسيد قطلع وكتبت فيها جز قلت لي عارف عندي قلت لي قلت 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 لي قلت قلت لي صافي ما يمكن ش أنا اللي كنت خرج مع أنا وانا صاحب ترى قلت لي انتي كتبغي يعني وانا كيبغيكش كنت آنانية وحضرت معها بوحد النبرة اللي استفزيتها فيها ومشيت لدارنا قلت وجيت تراثي ومشيت لحمامي قدي تراثي وخوتي جاو تصالحه معي ونعله الشيطان بسطلب راسو وشيت حطت لهم فليسات وعف الله عما سلف والزمن كينسي كل حاجة جاو الناس مكبرين بيا وهزين وما بخلين ما مقدين قلصوا يالله غادي نبدا نفرقوا المعكلة ها هي دخلة الفزعية السلام عليكم السلام وقلنا جيت بلا ميجال يا كلابس قلصي بعده مالك يا نادي قلصي بعده هادو رحبا بي قلصي هاي 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 وليسو تديرو شواركم وتديرو رأيكم وتديرو أموركم بلما تقولو بلما تعلمو بلما تهضرو واسمع الشريف هادي اللي انت بغيت اخده بالدلسين على ودها وغاد تحمق وغاد تضطى هاكا على ورقة تحليلة دي الحمالة دي على شوارها ولا شوارها وها هي الورقة للصبع طرفين والدات أنا كنت معاها في هذه وكنت معاها في هذه ها سيه تضم أنا بقد كنت نضرف وجه بقد كنت نضف شعري بقد كنت نغوط ربي اللي خلقني الناس اللي قالت من عائلتهم وذك شك قالوا ولي 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 لا سيدة هربة من دارهم ووالدة من صنقة سمحوا لي على هذه الكلمة ما كان باش نقول لا حي تكدرني في خاطر ما كان بغيش الناس يحسوا بأن مساكن يعني شحل دي الأطفال كان عرفهم أنا وبني تسكبروا للأسف ما يعرفوش الأصل ديالهم ما يعرفوش كون هو بباهم كان قولوا الناس من اللي ستبغي تغلط ولا تغلطي هذك الوليد ولا تقلب نيا شن دنبو لا تخلى عليه وتخلى في الشارع عرض الزناقي عرض التشمكير عرض الإدمان عرض التكرفيس وأي واحد ممكن يستغل لذك الوليد إلا بلكم الله أو غلط ما ماتتخلىوش على الوليداتكم حشو ما تلحوهم للصناقي المهم السيدة بدتك تندبو بدتك تغوط وطحت بالعدام ونط السيدة الزباقاجو وغساكو 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 وزاكو وخلفا ما عاودوش دارهم من موراهم أخوتي يعيرو تسبوك قالوا لي يلا نوط أصيري في حالاتك مشيت في حالي وزيت راسي للمدينة اللي كنت فيها قلت أنا تنقط وغندير حتى أنا ضاري وغنجوج بالحلال وغنطيب ورقاتي ونمشي لبرة ونكمل هادشي اللي تعلمت ديال تريتور هنا ولي تزيز وارا فيه هاد نكمل وتم للأسف تحاجة ما تقدت لي مشت لي موجت لي وبعت هذه البقعة ديالي ودرت مشروع ديالي خاص بيا ديال تريتور خدمت معايا ناس اللي الله بعديين ودرالي اللي عمرها دار ليدا سبين تنخدم والحمد الله تمشت الأمور فيدي أمور ترقعات مرة مرة كتجي عندي الوليدة ديالي والوليد ديالي كنكبر بهم ونطلع فيهم سيف تطوم العمرة أغيب نار لعرسة أختي أهي بارزة وقلسة وبتاجها وبتكشيتها وكتجول مني ما تولي ما تحسب المراحة التاجات وتلاحث عليها وانتفت لها التاج وانتفت وانتفت مشارها وبدأت مجرجرها في الأرض يا أخت تفتر رجال ديالي يا راجلي ويلي 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 على الطائح ولا أكثر من نايد الراجل هزب لغته وعلق قال من هنا دازو أوي لمرتي وجاي جاغا مع هاشو شولاد سيد كاتب عليهم وجاي بشي شاهدة ديال الخطبة مني الملاوطة من هنا ومن هنا وجاي أختي وبارز وواقل وشارب وقال سلك معه رسات وعريس ما كانت شي مشكل علاش لأن كان طامع في دك شي شوية ديال 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 غيسكن فيها ثلاث القصة كما تدين تودان هي فرقتت لها المجمع جات فرقت لها المجمع نهار عرزها وولت شفاية وهضر العديان وصوروها فيديو بدكية بارتاجها حتى وصل عندي صارحة راح تشمت فيها عندي ما غادي نقول يو هادي غا النفس الأمارة بالسؤ كما دارت لي ها هي حتى هي داروا لها الناس ثلاث القصة دياز زيدة اللي نتمنى تكون فيها عبرة كبيرة فضحتك سرك مشكيلك الحاجة الغابرة في حياتك ما تتقسم مع التشي واحد لأن التشي واحد ما يستهل يكون عمين على السر ديالك إلا أنت وقلبك والسريرة ديالك ثلاث القصة تتمنى تكون فيها عبرة كبيرة متعلمون استفدهم الأخطاء ديال الآخرين باش نحن ما تضحوش في نفس الغلط خليتليكم الراحة والخير انتظروني في قصة مقبلة مع السلامة خليوني مني الله هو العالم ما بي شق عمر في قلبي وحوانت وقسارية يعمروه رجال الله صالحين مالية آن الملهي في ذنوبي والناس ملهية بي خذلي حقي يا ربي وحت نشوفو بعينيها يكلها بس للا عيشها أنا تقت ودرت لهمان ودلت ما كنتها مشكل أردت نيهانيا أرد طعم كيحصل والعشرة كتحصل ولكن استقتمنا بهذه ما نبدك تابعوا معي قصة للا عيشها اللي غت خرج من دارها طويلة يفن ماجهة من دارهم هترجع لها تابعوا معي حتى اللخ تابعي قناة الحدث 24 مساء النور لكم مساء الفرح والسرور على قلوبكم سعيدة جدا باللقاء بكم مرة تانية دائما وقصص للعبرة والموعدة ومشي فقط الفرجة شكرا لكل متابعينا من داخل وخارج أرض الوطن متابعتكم شرف لنا شكرا للمتقادية لكم أنكم سمعتوا القصص مننا ودخلتونا للمنازل ديكم تاج على رأسنا كل المغربية نلت العيالات أنا عيشة انت عدعا في القراية خوتي تبعك الله كلهم ناضين كلهم كيقرأوا كلهم طيائر إلا أنا أنا الوسطانية عندي جوج خوتي كبر مني واختي صغر مني في مجي الوليدة ديالي يا صقعت ايامك ونضيت قراهي بالزز باش وصلت للسيزيان بالزز عندي عشيرتي صاحبتي صديقتي وبنتشير عنا تربينا مع بعديتنا ودارنا هي دارهم ودارهم هي دارنا عليك صاحبتي كانت حطة عينيها على واحد فخوتي وقد تلقدر ذاك الحب عن بعدهم اللي كان هضر معا أنا كيقول لي يا صري ما ذاك تتبرهيش أنا رملا بسيريش أنا مستقب عليك قدامي إيش انتي تلوم مع شنون ولي مش ينخدمش يخدمك إلا وش أنا أبقا كدير فهضر الخاوية سيبسيري قرأين تلوية ها ديرو ما ينفعكم بزز بش دي تسيز يعم وحتى هي تبعتني فري أنا كان ثلاثة هي كان ثلاثة كان نقص من الصور تهي كان نقص من الصور قلت لي إنا شو بغينا نقرأ والناس كيدوزوا امتحان وحنا كان نظروا كنا كلز درعام شو نقصوك محلابة شو نضحكوا مع هذا ونفوجوا مع هذا ثلاث سنة دراسية وعند الامتحان يعز المرء أو يوهان كل واحد جاي بالنتيجة دي وفيده وحنا وعلو قدوزنا انتحان وعند جحنا ما بتشي حاجة أرجعنا عند وليدينا شبعونا معيار قلينا العصى عائرونا خاصموا علينا ولكن ما ديناها شو في الحال دووزناها بش غي مدلم وقلنا غير يومين وغير ينزاو قادي نعتكفوا في البيت ونصدوا علينا ونضيروا رأسنا في نلبك ولغبينا وغي يجيوهما يبدوا يحضروا فينا عليك شي ما كان كان ضحكو كان تكركرو كان تلقى مصطوحة ومضوعاتنا غير بتبرقيك في الجير عن هذا مشه هذا جه هذا دار هذا فعل هذا ترك عشنا نديروا ما نديروا غندخلوا نتعلموا الحلاقة فعلا دخلنا تعلمنا الحلاقة وبدينا كان تقنوا ذاك الشغل اللي كان ديره لا في المشاطي ولا في الليكوب ولا في الماكياج ولا في العريسات ولا وبدينا كان نتضدوا بعضياتنا حتى لما كناش فالحين في القراية على الأقل عندنا ديبلوم دي الصنعة سيلا كان تشي حاجة مشو نخدمو به ما بقوش عالة على الآخر صنعي يا بنتي ديبلوم ديالك واللي كيحضر عليك سنعي يا بنتي ديبلوم ديالك واللي كيحضر عليك دير سنعى فيدك دير ديبلوم فيدك قرأ قرأتك متقش جغلة مع الصاحبي رادار رحرق رفعل ردرك ومن بعد ها انت أخوي قفارادا حرقتي وقطعتي مشي جيلت ما بلا ديبلوم شو نديروا بيك مثلا شو نديروا بيك رغس تكون عندك ديبلوم على الأقل ديبلوم كيزيدك يزيدك ديك القيمة ديالك التامان مشيك أسبقا تتخدم نتايا اليوم تتخدم شويانا وتمشي ترقع لهي وتمشي لهي وتمشي لهي وتمشي لهي وتقضو بالسوايا ولهذا دائما ركزوا على المستقبل ديالكم وركزوا على الأهدف ديالكم مشينا تعلمنا شدينا الديبلوم تعرفت على واحد السيد هذا السيد معي تدودنا أنوية أيام ديال الهبال تخرجوا أنوية تنظروا أنوية غير كيسكر كيجي حدى دارنا كي نباليه أنا وفينك وعيشة وخرجي عندي هوي لأخوتي مش باقي طيبين تولي مالك رغي وهوالو ما سوقيش غير كيسكر كي نباليه أنا في النغم والكاس كيجي لعندي المهم في كل مرة كان أخرج معه كي لقاني أخويك يا ثاني قتل أذي على العسا سيد كان يالله يالله بادي خدم مع واحد السيد في واحد المجازة كي يدي ببانع لراسه مرة مرة وأنا مشينا أنا وصحبتي خدمنا في واحد الصالو مع واحد السيدة المهم كل شوية جاي بليه ساندويتش جاي بليه تاكوس جاي بليه كعدة سوف يعرفوا بأنه فعلا طاح فيها دينا كانت لاقا وكل مرة كانقلب على كدبو على تخريجة لدارنا وكانمشي أنا ملاقيها جاية تاكسيات أنا ملاقيها في البلاقر ديالستوب أنا ملاقيها حد البومبة أنا ملاقيها هنا كل مرة وفين كي يقول لي يا راسي وكانمشي كانت سلت وكانت تخبة ليمشي شوفني شي واحد في خوتي من بعد وليز كان غامر معاه وكانقل لي همر عندنا عروسة غانمشي ونخدموليها في المدينة فلانية ما كانوش كي يخليوني ولكن كنت لهم سمعوا عملت الصال وانقاتليني لم يمشيتوش معايا رمكين وانوالو هي البنت رمكة تتحداش ايدي لها في بالك نزعماتك الأمهات والأبا اللي مزييرين ومزكرة مينو كيقولوا راح نقع بدين قاتل بسعها بيتا وتخرج قولك أنا غدا تخرج من الصور لمن الببلاخور تمشيت ترنضب وترجع أو تاني لابسها بيتا مغطية من الصور لا يوجد حاجة ولهذا أنا كنقول البنت خصك تحاور معها تقدر معها قنعها وقنعها يا الأم غير باللاته أحسن تري معها غير بالسياسة دابرة الرأس سخون 18 19 20 16 هدو كلهم سيكون رأسهم باقي سخون 21 عام باقي البنية التالفين ما فيه يديرو ما عارفين شو مستقبال ما عارفين ما عارفين شنو أنا فيه نحط رجلي ما زال الرأس سخون باقي تخرج باقي 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 تكتشف إذا شنو نخرج مع البنات أنا نكتشف البنية نصار ندير مغامرات تعمر نهو واو واحد لفترة من حياتي في هالم مغامرات لا يعرف هذا الإنسان حتى يكبر ويبدأ يطلع المراهقة من الفوق ويليش نكتشف ندير كالرأس شي شوية بسطة صعيبة المراهقة لبنات لي ما كينش تواصل بينهم وبين الأمهات ديالهم صعيبة بزاف المراهقة لبنات اللي ما كينش يعاود و يموت من مواد ديالهم أو الأمهات تكون تقمع بزاف تتعاير بزاف تتخاص من الداف تتضرب الداف لبنت ستجد زبل ستخرج ستجد مونتي ستجد مشكلة حيث لا يوجد الأمان في الدار تخرج تقلب على صمام الأمان في قنط واحد آخر تقلب على الحضن الضافي في قنط آخر تقلب على إنسان يحتضن ويكذب عليها ويكذب عليها ولو هي عفرة بك المشاعر غير وهمية ويقات إنسان اللي يقول لها كلمة طيبة قعد ما تجي عندك أنت يعني تحس بالسكينة وتحس بالعطف ديال الأم وديالها تتغرب منك لأنك انت قاسح وكتلقاه للأسف الدئاب البشرية في الشريع قاد دوني يعمقوها بعشرات دياللي يبدين قيت بحلها كذلك الزيغة وراس سخون وكان مشي معاه انخرج معاه كان دير كان فعل كان ترك المهم توقع موقع وانا شنقو وقفت لي هنا كتلو شوف وانو بتاخدني بدسيد كيتهرب أكيد غدي يتهرب لأنه يبقى رامي الطعم دياله وكيتسن ذيك المساعدة غدا تشدليه الفريسة غدا تشدليه سنمارة غدا تشدله هذيك الانسان اللي هارب عليه يالله كتشديليه كتبدا يطحي انتي فيه وهو كيبدا يبعد لكي تقلب عليه وتخدع الشروط دياله اللي باغيها كان كي أعطيك فلوس ما يبقى شعر كان كي ساريك ما يبقى شي ساريك كان كي يشري لكي يتغلبك ما يبقى شدير هاتشي غدا تبقى يجي عنده لما يعتقد شي حاجة غدا تبقى يتغامري معه وتبقى يتنقض الحيوط على مسببته وتبقى يدخلي معه عن ديور ديال صحاب ودنيا هانية تتربطي فيه تقول لي تخدعي لجميع الشروط دياله لانه قلبك بغعه سيد بدأ يتهرب وانا أقول شوف جوش كلمات أنا صاحب شاهدة معي وعارف عني النهار اللي جيت معا كفيدا بغد مشي غد لي يحل دار مداب وانا مشي عندهم شافت تعيسي يجاب دار همجا شين كرينا ببيت وكوزينا أنا عاقلة عند خالت يسفية في السطح كرينا بيت وكوزينا نقروا علي يا دار نشبعوني هدرا شبعوني مغوات شبعوني كتلهم شوف وجوش كلمات ناخذ يا من صاحر أنا تسيت عشقت وبر صافي أخوتي قالوا لي انتي دير اشي فعل انتي قاد وانا مشي عند المي كلا سمعي سمعي وقال لهم بارك تشرا تخليني نمشي نغبر وجهي صافي دائقة لكم بغات وغات وقعت شو سر راسر أنا عارف هم سخو طورة تسخون فعلا شو شبي وما قد داني فرحة عندنا مصيها للأرض وماريو ديال شو شبي بان طابلة صغيرة كنا كنا فوق منها حسيرة وش طيب طويجين شو ديال خضيرة تكشي اللي جابه وكان طيب وليه اعنا وكان صبر وكان ندوز القهرة شو قد لهم شوف قل لسين أنا عمشي عندهم ولا تصالون تعاون أنا وياك خدمت في الصالون وتعاون مع هالكرب كراه والمبماه والضبضو والمصرف وكان حط الناصب ديالي لأن أخونا بلي عنده بلي كيمشي يخسر فلوسه عليها وأنا مكترة ما الحب عماني وبقيت كان فكر ولا كان نقلب على تشي حاجة سيد بدك يدخل في التخل ويد وبدك يدخل مع ناس مشبوهين بدك شي ديال المخدرات شوية بشوية تقدت أموره روش الفلوس ولو عنده فليسات مشينها كرينا دار كبر شوية يمشي نرهن شوية يمشى وشرب برطماء سيد اللي كان خدم معه مبقاش خدم معه دار مجازة ديال وبوح ديته أك نقول مين كان جيب تشي يقول يكول يوسك سي أعطر رزق من عند الله ديك سهات حملت أنا وولد ولدي اللول درنا ولو كيشوف صيد خدام شرب برطماء فرش هالأمور مقادة يقول يا سمعي هذه الخدمة غير خدميها دعم غير فلوسك سبق في جيبك والسلام صاحبتي كانت عند همها وها كان ميت مات تحتمها الخو جريها لها هو ومراته وعطينا الحر وعطينا الهضرة وعطينا السم وعطينا كذا وعطينا كذا سوف وحد نهار جاية تتلحت عندي في الدر كتبكي أنا أخويا دار لي وأخويا فعل لي وأنا كذا وأنا كذا فالشغل تديري أنا قال لي يا مولت رغي فتح لي يا صالون خدمي معي فيه أنا أعطيك يكون فيه الدوش فيه طوالك أتبقيت بقتي في الصالون مع الزم كرمة تحشي اليوم قاع ومتخدم معي ومن ثان يوم عمرا غيبتي هو يا صحيبتي قلت له اليوم اللي أنا غندوزك نيان يا صحيبتي على رأس العين فعلا فتح لي يا صالون قاعد ديت وصاب وصبخت وقدرت فيه ذاك الشر رفيع ذاك الشي اليوم والشان ما كانت مشكلة يجوا عندي بديت كنكسب كليانات هي عوديني جابت الكليانات ديالا وتحزمنا الخدمة عنوية خلنا ذاك شي للعريسات ولو كيجوا عنا العريسات وكنخدمو لهم بالتامن لأن كان عندنا واحد تستيل مختلف على القفارات اللي كان كنا كنخدمو واحد الخدمة خاص صح معي كان دي معايا ولدي إما كان دوزل يعني الحضارة إما هوا معايا إما كذا إما كذا حملت أو تاني حملت خسرات لي لقانا تخسر لي الخاطر لي في غلاط نظلي النمس هنا شعر بدك يطيح فصلت تخسرات واللي مني كنجي الصالون نغي هم غوبشة واللي ضربني ضربني على الطون والحرار اير كان جي كان أعطاع الفلوس كان سيرجي باللي الطون والحرار أنا بديت معايا رجلي بحسا يراونا مصيف العرض بديت معاه ووجعت معاه وتحفيت معاه وصبرت معاه وضربت القرفي معاه وصبرت معاه للعديس صبرت معا اللوبي صبرت معا الماكل الحم كين ولا ما كين كين دير غير الخضاير فطويجين اللي جاب هك نقول بسم الله عمري ما تشرط بديت معاه من تحت السفر اي حاجة كين كي بغيها قابلة عليها ومعنديش مشكل نهائيا جن كون نصبر معاه باب يجي بالله تيسير ويغير ربي المنزلة ونضي روح تحن الهباس بديت نخدم وتنتي سرها تأموري بديت نحط الفلوس عندي في الكام شي شوية ما يب شوية 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 جات لي ايام وجات لأيام وتنخدم انا وياها شافتني تغلبت وما تقتش كن جي واللاس كتجي عندي صاحبتي للدار كتقاب لني وانا حاملة كتنوض كتطيب وكتوجد وكتحط للراجل كتنوض كتصيب الحرشة وكتقدها وتحط للراجل كتنوض كتدير مليويات كتصيب ومتقدهم وتحط للراجل وانا هذه صاحبتي وتعت قلبي وشرة قديمة كنت كنعود لها الشد والفد على حياتي واي حاجة كتخص علاقتي براجل القريبة والبعيدة كنعود لها تيقى فيها مليون في المياه السيدة التي تصب الحواج وتطوي همله وتوجد لأموره وأنا جاني لو حم وجاتني الحمولية بالنعاس غير نعس في الوقت الغضاء تخرج تصد الصالون شدينا بنت واحدة أخرى تصد الصالون بالوقت قبل من ذلك الشيء وكتقلس تطيب الغضاء وذلك وكتقلس الصالون وكتقلس وكتقلس ماذا تفعل حالتك بقيت بأسي هنا وكتقلس بأسي بأسي وكتقلس معايا بطرق كبيرة لو لنعذبكم أخبركم 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 لنعذب ومن يبدأ لنعذب ومن حاملة لا هذا هو الخطأ الذي يرتكب جدا في العيالات التي تكون تتوحم التي تكون حاملة وماذا تولد لا تبقى نهائيا لديها القانون للراجل لا تنسى أن الرجل يغير من المرأة تولد وتشغل عليه وتشغل بالغضاعة والحمولية والوحم وبذلك وبذلك تتربيه أرد بالك عندك تهم للراجل خاصة في الفترة بعد الولادة أعطيه سوابه وتنبه مرة مرة ونحن ونحن تجد التربية ونحن ونحن لا يتحرك ونحن تتعلم ونحن تجد فرصة لا تتعطي فرصة وخا والده يكون تشارك معك التربية ونحن ونحن لابده لأحسن تدعي ونحن 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 ليس ونحن 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 تدعي جدا ونحن انا سنقابلك نجعلها والدي كيباز عندها وانا مع الحمولية نتقلب هنا ما عاجبني التحاجة وشاهدت بي الوقت ولدت ولدت وليد واحدة اخر داس تلت ايام داس اسبوع الامر بسلام ما كانت مشكل حاضرين الناس قاسين عائلته عائلتي كل شي ضحك كل شي لاعب كل شي نفوجه هي الريو هي الشوار انا ولي داس ابحال الضيفة عاجبني ان واحدة اخرى عازد علي الكوزينة وشاهدت امي قلت لي جيت نهزلك ودمك وشاهدت نضربلك على راسك مالك امو شغفلتي بنيتي ارا غايديق عليك الماء ارا بانت لي الحاملاجاة يا بنيتي ارا بانت لي غايديق عليك الماء اوه اليوم ما يديق علي الماء اشترطى بليتها وبشمارها وهي الريو هي الشوار وهي راس الخبار سيدكي تشاور معها واللي قالتك يمشي يحمل وينقل ويجيب لها الكوزينة ارا صاحبتي امي لاعز قلبي وبحلختي وهي اللي قايمة بالعمل وهي اللي مستقبله الناس ويلي ديرات شي كلهم قابلة طيابة وقابلة ايو انا بنيتي عاكتلك مشاس عندها امي الكوزينة حلقة باتها ما عجبهاش الحال بغت تبقى منها للراجل يجيب السخرة ويقول كلمة في الأرض وكل مفهود منها وانا ما اديها ما جايبا سالينا السبوع قلسنا وضحكنا ولعبنا سالات ديك الربعينية ديالي ايوه مشيت للحمام خسين تباشر انا والراجل اه ايوه بارك واش يدخل الويتك قتلك البرد بره لانا مرتاح مو غيرا يجينا هدروه احنا عادرين نقولي شو مرات يتقول احنا نقوله وانا وياك نتشاورو شي شوية هدروه شو التليفون شو التليفون هاضري يا الله انا كنسمع قولي كادم لنا كادم لنا كادم اه سالي سالي لا ما ازالش حاجة اخرى لا بلا سالي ما اكملش اه قولي يالله كم حدي كنسمع بلا سين نقصم التلفاز مشيت عن مرات برد يلا تاي هديت وشحراته ساعدت انا قدامنا هكذا وإلا كذلك تقضيصي موطوع اهنا في البيت لاحتاجتي ناعيشة ايطاليا يعني لقد يالله عليه هو شرباء العدوية في جيبة من القلسة عندك في الدار وهو من ل 좋ك متكستفتوش من القصص اللي خلاس اساول دا سنتات لها الراجل علي عشب حلاك السيدة قاعد ساحطة من هذيك السينيو السيد مطايباش لي سنكون لغير ايش يدخل البيت قال لا تفيد خلي ناسي عافاك ناسي وعطى الوقت للتربية وخليني انا انبقى هنا سافراك غنطيح دودة مغنوطش اليوم غدا اليوم غدا السيد مفرني مره مره منك يتفكر نكي يجيك يقول يا ريحتك بحله في اسمان ماذا يلا دوش ماذا ماذا يعرف مخبلوش من دوو زفيلة سيش ولا خطا اويز عماراكي كوفورا اوه مهاركي حمثيني مع التربية مبساكي ممكبتة الوقتة حاجة فوق حاجة اوييه استغفر الله العادة ماذا تلايز منهارضاعة مالعيني كزراء منقى هناكي يقنين فيك مدليين كرشكسية مدليا تلايز عمضة تربية اليوم غدى اليوم غدى ولك يخيب لي في سيفتي وكل مرة يجيب لي هاترة جديدة ويقول لي كلم جديد ابقى تفهمه وانه سيد من قشعتني الطوع نهائيا ما يمكنش شنو هقع ازني مشا كرالية قال لي غندوز العطلة وخلي صاحبتك مقابل الصالون وانا صفي موامراني كريتلك غتشي الوليداتك اللي اسمعك وانضع عندي خدمة مزيرة غمشي لمدينة واحدة اخرى فعلا يعني كرالية انا جاءت عقوستي قال لي عيدة لما كتايلة بغدشي عيدت الامر ديالي كان سنضحكي اللاعبين مكينتشي مشكل موانسين مفوجين كان عيدة للسيد كي حاولي يسرب كني ضغياء 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 كان عيدة عودة للسيد كي حاولي يسرب كني ضغياء 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 ثانين قلنا لواجد دينا رسالات المودة اللي كنتي شاد بدينا ودكشي قال لي اه واخ رجعت للدار لقيت الفراش كله مجموع قلت له يا كلا بس قال لي انا عودت السباقة ما تشاورتي معايا ما قلت لي ايما كذا قال له وصفيت شي اللي كان اني قلتوليك واسمينه وما كيف حالي ماذا الشيء ؟ سيد لم تشاورك النار عودة للسيد كان عيدة لاهية قلت لها يا اه شوفي ما غدت نبقى معاك رغم ينجحي نقري مع شي بنا سوداء واريني اغفين النار عودة انت مش موهم رابعيد عليك الحال دب انتي بلاها مع التربية شوية شوية لم تشاورك يا صاحبتي ماك يا صاحبتي شو واقع و ارا شوفي انا باراني عمع واحد السيد دابا و انا ولك يصرف عليه ولكشي و انا قلت لها مع البناز و اما بغاش كاعشي واحدة عقبية ولا هذا اخويه وليجي بليه الخبار ولا مهمتين بعد من بعد ون عايتلك و هذا النهار عايتلم موجات عندي شدتلي اول عادي خليتو خرج عايتلموا للتاكسي اللي كانت عاملوه معاه مثلو متفلت ترويضا و غادي و انت غادي شد فيه انا وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقفت تسخن و الروعيد وصل حقه مضلتو بعيد و جايد اختيت سلس جيت انا تابعك بالتاكسي بشوية 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 تقصدك العمارة و دارها و دارها و جايد اخل و بعد دخلهم احبطت الداكسي قلت له شوف سيرسا عاود معاية لك دخلت عند الكونسيرج قلت له تسي دعفك اللي طلع رأى قال لي يا كنت سالو شو حاجة قال لي يا وصلت لي قال لي اه راوف ترويضا طلعت تبعتو سمعت الباب يالله دار الزدح صدح دقيت و تخزنت عاود دقيت و تخزنت حل ياسي دراج لي الباب دفعت الباب و جيت داخله قلقى صاحبتي لابسك بيجامح دركيبات و السمعتات قاولي على الغطارة قاولي على الغطار قاولي على الطعام قاولي على الدم قاولو و قال لي مشاكل فلاوات الشريفة يجب مثل مرتي قاولي قاولي ما شدرت و قاولوPO قاولي على الفعل يجب سيعمل تدرك تدرك الطعام قاولي حديث كلё عن طرح ماذاografين قاولي على هذه المهمة قدت September قمعك شاةك قمعي واليام أهى قدا قادران باش طلقي. ها؟ جاتني الغيب وبوضحت. ونطوقت. ووقت راسي. ومشيت كنغوز وكنحيح. ازيت ولي داتي. ومشيت لدارنا. عند بالي رانايا كنحلم. عند بالي الراجل اللي بدو اسمعها بحثاه رونه مصيح على الارض. رغي دير علي مفاجأة. رغي بغي يدير معايا كاميرا خفية. رغي ضحك ويقول لي هدير رغي نزوا وعابيرا. ماشي مشكلة انتي هي مراتي. انتي هي مولاد داري ومتولي داتي. رانتي هي الانسان اللي صبرت معايا وكفحت معايا. لحني. بجو شولت. تشهر ويطهي الاخرة. ما هزيتاش من ديك الدار. جات سيدة. وصدقاتني. ودخلات. واتقرقرات في الدار. وقالت لي يال. عندك شريطات عزيه ومسي للدار باك. سالت القصة ديال للعائشة. قصة تضحية ديال زوجة اللي بدت مع الزوج من تحت السفر. كبرت معاه. كفحت معاه. صبرات معاه. جاعت معاه. وتحفت معاه. ما شفتش معاه نهائيا. بالبداية النهار الزوين. غامرات. وضحات بشرفة. وهربات. على وده. وضحات. وما خلت. ما دارت مع وليدها. باش يقبلوا. انهم يجوجوا عليه. بدت معاه. والو. منتص. ولكن للأسف. النهار اللي دار لها بس. رجعها هي للدس. ورجعها سكي في مجهة منظر وليدها. ثلاثة القصة اللي كنتم لنا تكون فيها عبرة علينا كاملين. ما تتقش في الضرانية تدخلوها. وتحيدوا ديك مسافة الامان بينها وبين الزوج ديالكم. حيث فيما كينا حبيبتك ركينا عدوتك. خليت لكم راحة الخير وانتظروا. متابعي قناة الحدث 24 مساء النور عليكم مساء الفرح والسرور على قلوبكم. شكرا للمتابعة ديالكم الدائمة والتشجيع ديالكم للا يختكم علينا. انا يونس. كبرت في واحد الحي الشعبي. الاب ديالي والام ديالي دايما فيما كنت كنا دار مالك غتطفره بحال ولد عمتك. مالك غتطفره بحال ولد خالتك. مالك غتدير بحال ما دار ولد فلانا. سبارك الله سوف تأخرين. سوف تتبعا. سوف تتبعا. سوف تتبعا. سوف تتبعا. فعلا. فعلا. نحكي بأنني إنسان خاشل. وما قدر ندري حاجة. كانت عندي أختي كتتقرى مزيلا. ومشعت. واحدة كتتقرى. يعني شدت تبارك الله الباك ديالا. ومشعت كتتقرى في لافاك. وعندي أختي صغيرة. وعندو من نفس يقرأ و يشتاهد و يضرب و تعميره و الواليد يخدم المرة الأم ديالي تتحن عليها مرة حتى هيك تعطيني القاسح تزير معي الحبل بديالي كان نخدم في واحد الوزين واحد الوقيتها مرض و اشتلرت قال لي يشوف انا ما غادلقاشها شليلة و بقدر لي في الزناقي و مشي سعطيت راسي للخدمة و قلت انا كندبر على بريكولات من هنا من هنا و حتى ما عندي صحة الخدمة كانوا يعجبيني بقدر يدخلط اللاصال بدأ كيف ينفصلتي بدأ تكاثبين الشكل ديالي بدأ و كيف ينويا كان ربيحتي انا العضلات و تكشي ولكن المصروف ديال اللاصال كان تقيل بزا في ان نختي نوجد الماكلة و نوجد كادا و نوجد كادا و نوجد كادا و نحنا ناس لي مفحلناش و ما يمكن تقاتل باش نبيل العضلات ديالي باش لمجهود ديال اللاصال يبلي على الجسم لان نخصك البناء ديال العضلة من خلال التمرين يعني البدني مجهود البدني من خلال الاكل المتوازن يكون جموعة ديال بطوتينات مجموعة يعني اللي كانوا يريد دخلوا بزا في الجسم ديالك بقيت بحال هكا كلا موهم كا يعيروا فيا و تيسبوا فيا و تيقولوا لي الحضر اللي قدرني في خاطره و انا كان مجي كان تبقى لشي فليسات كان جي كان عاول امي كان قول له هكي بامريده باقي قضيك ديال ما مشمش منشور فراز الزنقة قاعرس كان كمي و قايا روياتنا و بدرعلي و رد الزنقة واحد النهار قاعلش انتا جاي داخل واحد بطر غطي قدر واحد صاع صاع قداش مصلع دق الراس و جاي بطو موبيل و جاي داخل الاولاد الحومة و فعين عشيري و كده يرلا باس بيخير نبقى داخل امسطن قلت له مبطر عدك النار صاحبي و يلا احمدتك و قل له بروج ولا كي وليت يا صحيبي و يلا يتبدلت اي و قل له ارني مشت لقاطر مش خدام قل له خدام فيدور خدام هذا قل له انتا ندبر على المصارف ديال بصح الصراح ياكو تابنات المغرب ما كيدوزونيش تما الصراحة كيطيبو لي و يجدو لي وعقايو لي صلاح فيا اما كندوزوش بعدياتنا في الغربة هاد الفكرة بتتقدر ليه في دماغي اوه يدر عندي واحد صاحبي انتو كامل قل لي يونس اخويه مان احنا ضخمين دي كلاسة مغربوا ديالبواذر شا ندرو بيهم و احنا نتصوروا بيهم و قل له صحيبي احنا نعرفوا العوينة منين هادون شوة احنا نقضيوا حاجة قل له والله العاطم قل له اخويه ندبرش علينا قل له اينا دك السيد اللي كان كيدبر علينا او الدانا او دك شي صافي مسكين مات اه وينو بعلينا الله لما وضوع دخلتو لدماغي طاف يلصقت الفكرة في المخ ديالي الداخل لاني انا اخطي يمشي لدول الخالج ما كتطلبوش فيزا يعني كتكون ديك الفيزا اما سيحة اما فيزا تعمل امور بسيطة ولكن كافيه و اللي غيتكفل بك سافره امور كم ديانة تنتريني بالليل و بالنهار باش ربي دوك العطالة و دوك الباتر بقيت عطلاتك عطلاتك تمشار تعرفت مع واحد البنت و كنا كان خرجو انا ويا اخد دمو في واحد الصالون كان خرجو انا وياها و كان ندخله كانت تقول يمشي من قصة القهوة ما عنديش كتخلص هي قهوة يمشي و ناكله و تاقوس ما عنديش كتخلص هي الطاقوس عجبني الحال يسوما انا مروت اللحلان ويطات انا اخذني تريكو انا اخذني سبرديلة انا خذني سيدات زعطات في خليتاتش نتيسها مزيان كتالوحلان لديش بكية القارو و سلالية القارو ما عنديش منجيب و انا اموال الفك و اللي كان رصافي و اللي كانت تقطع و ما كان نرداش نقول لك انتلاقع بحيث ان ما عنديش و حبيبا ديالي انا ربخيتك نرى بغين ضمن مستقبالي باش نديك باش نناخذك طال حركي عجبتيني و انا عايزة نتفل لنا على هضر اللي كان قوي نقولها العشرة و حدينا از اخرين هي السيدة بضربط اللصقات شتافتني القلدة و الطولة او مقلضة موتان تريني اللصقات فيها بعشرة اللي يدين تصح مقاليا انا الخدمة ديالها كاملة تجيبها ليا تجيب لي الماكلة تشري لي الطاقوسة تشريت لي مقانا تجريت لي كايتمالس برديلة كانت تدبر عليها مرة مرة وانا دوك البريكولة اللي كان دير مننا وانا انا كمشي نجيب الواليدة كان عطارها من الواليدة ارجع الاب ديالي يخدم الامور شي شوية دك الدرك اللي كان عليها انا شي شوية نقص وهاكا كل نقيره اللي غايت تابعني بديت عاطي لها تاكل الخدمة وانا اقول لها شوفي انا ربش مما كان اختيمشي البران صوفي راسي وانصوفي عائلتي وما بقاش والديك يعايروني احكا ما حكا راقلوا هي غا نجوجوك واحدة سيدة جاي من الخارج ارابا غاش يولد الناس الله حبيبا ديالي انا غا ندير مجودي معاك وشت سولة ثمونة تصالوا قلت لها راقين واحدة سيدة راقين في الدراري جدت الطير عندي قلت لي شوف راقين واحد خونة يلا جا قلت لك را يلا حط رجليه دبا شي شعرين هنا يو راقاري في البركمال فلان فلان يو إلا بغيتين مشيو عندو نهضروا معاه راقل لك جاي جاي بعقود العمل للدراري قال له اوه خانو مشيو اهضرت معاه مولا تصالون قال يجيو عندي مشين عندو قلسنا معاه سلامنا بس بيخار بس حالة بس حط لينا مراتا شي بيموياتك انو حطوا ملينته هما قلسنا سافيك انعكلو ذاك شي كان هضرو قال له عفك اخويا عاش كينها مكين قال له صافي وهي رهد شي هاني انا راح يتي كلها في الامارات قطار وش شبي اقول لك وش شبي اخلي لك وش شبي سيد صافي بدك يلغط عليهم بذيك الهطرة بذيك الهيد ديالهم سيد طاق بيه من يوم في المياه قال له دبا شنو قال له هانيه شكا عمينا ديبقى يقول لك هانيه هانيه شكا بغيتي الخدمة مليون واعدك جوجد المليون هانيه 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 هو النصاب معروف بشوش حواجه كي يبسط لقع المساطر كل شي عنده ساليس و هانيه و تبدل نوامر بزدف هدو نصاب كل سيمانة بنمره عرفوا رواكل ديع العباد الله و تابعين و راه راه المهم سيد طاق بيه مليون في المياه دعا لغة ساليس ديما و كتعرف بأنك تكون عندهم واحد انسيابية في الكلام فن 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 و كيعتك الكلمات كي يسيب ليهم لك بحل كي يقرر أفكار ديك كي يعتكدك شي اللي بغيت تسمع انت سيد كلهم هم ليه طاق 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 و تكونوا خمسة يلا جاهدي قالوا خمسة دي الناس جاهدكم غاي يكرير لكم الكافي الهو واللي غاي يتكلف غاي تكونوا بخمسة بيكم و هتخدموا ببار واحد قالوا بصع قالوا و صرفة صاحبي و تحب راسك كاي اللي قالوا غاي يبقى يسبي الشراب و قاي اللي غاي يوقف في الباب و تحب راسك يبقى و اعطوك تدوار دي عشان درامة 400 ولا بكي ينع الريال و درهم الاماراتي و الفلوس قالوا مولير هتوقع تلعب الفلوس و في الصح و اي اللي اما يلعجب تدوك الناس الهاي و الناس اللي دايره في الدم الفلوس و هتوقع توصلهم بالطوموبيل و بالصيارة و لا منقولك شلقيني هكي و اللي عندك و اللي همشت تطمشا قلبين عندك الفلوس أصطي انا عميت انت كنشوف راسي راكب على طوموبيل و جاي تنحق على دارنا لان انا ما غاديش باش نحقق ذاتي انا غادي باش نعيق على دارنا لنقول لهم انا كنت تقولون انت 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 فاشل وها انا دبا يالله انا قديت برافل جيت لدارنا وقلسنا كتلم بغيتكم وقالوا لي ايه كلم را واحد السيد اها شنو شرت علينا وها شنو شرت علينا قال لكم مليون ونصف واش غا يدينا غا يدينا القاطر وتمكينا قال لي هم را غا تين خدموا فيادر وان خدموا ورا غا يتقوا يخلصونا جوجد المليون في الشهر اه با سمع جوجد الملي قلوا او تكيد رسيلة والكرا وقالوا شوف غا يديونا يخلصونا لنا الموت ضو الكرا احنا خمسة ديال الدراري عايز كنا موشي في دار واحدة غا نناكلوه ونشربوه وكشي نناكلوه من معاهم والكرا والموت ضو عليه احنا دبا غا بيك المانضة ونشوفو ما خاصنا بها ونقصفت لكم اعنا قلوا دبا مضمن بدلها اعكيد من اليوم في المين قلوا يووي قلوا ها يطلق السيد نشوفو هنزو قدرت امي القصرية ديال كثبتو جبنا اللبن جبنا الديزر حطينا الطابلة كاتين عايز طلو عالو السلام عليكم مختار اهلا باس اخويا احنا عارضين عليك في انطلاقاك في البلاسة الفلان فلانية جبتوه البطار جاكلات غدا نعانا السيد عابر هدرتوه بالميس طارا قلوا بباولي ديون تمنيين في بلادات الناد قلوا بدي انا من كذا وكذا قلتوه فلاني جيت الهناء انا غندخل بشي مشروع عابق وحل السيد ودبا نبقى غادي جاي بزي فعليا انا دبا كريت هاد البرطماء باش نكمل اجراءات ديالي والوراق مع السيد ومتكاتبوه مستعلمو الامار ومستعلمو الامار ومساري مع هد الوليدات ومشي في حالي قلوا مرحبا بك ولدي ودبا كل جمعة عاجي مرحبا بك انت عرفتي المقامة قلش يتاكل معنا كس كسو وش غا يدروا هاد دراري هاد دراري غا يمشوا عند الشيخ الفلاني عاتي كلمته عا تتزل الحجر عما يقول لكش سيد لاباس عليه ومسك عليه الله تبغى يمشوا ويخدموا عنده في الباردي قالوا ميقن بعض الهضراء بالتامم والكمية قالوا بالناس يتدبع مبعيد وعنوا سر 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 قالوا اهلا يا شيخ كيف حالك انت لاباس قالوا والله والنعم يا المختار لاباس الحمد لله انت لاباس بندوز لك الشيخ الفلاني هنقالس معاه عشان الموضوع ديال ولده عافك الى ما اهضر معاه انت اخدها قالوا سلام عليكم مسيدي كيداير لاباس عافك انا ببط هادك الدراري اللي بغا يصيف طوبة شخدم عندك الشريكة اه ماشي في الشريكة اه يشتغل عندي قصدك في البار في المرقز يشتغل عندك في هادك البار ديالك ياك بسميتك باسميتي باسمي طبعا باسمي ايو اوليدي غايجي يخدم عدكو وش حذرتي معاه الحلقة قولتيهم في الشهر ما قال لكم المختار المختار عنده المعلومات كلها قلتك ما قال لك ما قلتلي شلونك ما شلوني سحافرة خليجي مش منيتك وحفظني اعطانيا ساعة نسرسر لك الخليجية من الفق التحدي سيد موين بدا تبتليهم الشغول الاخر كيهضر مع شلونك ما شلونك كذا ما كذا قال صافي الشغل تابت مشينا جمعت له هدوك الدراري والد الحومان اللي كانوا خاصين فلان 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 عدو عشراني صحابي كذا كذا مشينا عنده قلتنا معاه في الدار شربنا شي شوية كمينا شي شوية نشطنا تفاردنا في الماكلة قال لنا نتفارد معاكم قلنا لولاوي لحشومة قالوا من نعم فيكم والله ولاد عز ولاد عز مشا وجابوا الكفتة وجابوا لك القطعة وجابوا لك المسائل لحطوا ذا كل الشريبة كل سناشطن مع رساتهم ساكاكاكاكاك هو راح مكو حاضي حويجو حمكو حاضي شربته انتو ما إلا مشيتي شربتي يا أخوي يعني استيقرة يا طصفلان ستلوح شربتك لحنا حويجك وريوقك سأليت قدشوف النفس ستعود حياتك من نالي ولداتك من مك أولاستيد راح شرب نغم راح وشي شوي بقى حاضف وشي لا يدلق بتكلمة قال لهم ده باشنو درنا باشنو درنا باشنو در مع ابو فولانج بتو تصاور آه عاتفشو تجيبوا لي ورقة ديال الطبيب سلامة من يعني من الأمراض أو الخلوم الأمراض المؤدية وغا تجيبو ديال النظر مشييني على ساعدنا وعدنا درنا لفيزيتة جبنا عليه وقدرنا ديال النظر تجيبنا عليه جبنا تتصاور قال لهم صافي تقولوا هانين أنا عن تصلي ولين نيرا ما غيخرج ليا ديال الورقة خاصكم مئة آلف الواحد أو وقال لهم ما تشيل غا نقول لكم نقاول لكم أنا بمليون أمص دبعا تعطوني مئة آلف قالوا لهم المليون مليون نوجد لكم العقود قالوا لهم ليس وجدنا العقود مشيون لهم ماطار قالوا لهم من لين قطعوا يعطوها الكواليدين قال لهم اللا الماطار تعطوني الدولية الواجب وانا يضحكتوا ليا المهم نوصلكم المطار أموركم مريقلة تعطوني لفليسة ديالي أخرج لكم الكونترات شما تلعبو حنا يا هاديك مشينا جبنا تصاور دوزنا الفيديو طبع بدرنا ديال العينين سالينا قالوا انتا مشكيل أعطينا المية آلف مشامعة أناب وكل واحد فيهم مشامعة واحد من عائل هانين الشيخ فولان ويلا صرت لأوديو قرأوا سمعوا يا أهلا يا المختار شخ بارك عساك طيب المهم أخذت الفلوس أيوة جابوا لك التصاوير جابوا لك الأوراق ديال الطبيب سمعتوا الشيخ شنو يقول هاو ما أعطي اللي طلبت لكم أعطوك الخمس آلاف درهم ها هي الموجودة سافي اخذعوا الخمس آلاف اللي يسخر بسلام بقينا ويو كانوا ديرين غروب في الواتساب وتنهضروا قال لي هم صافي موجودة الأمور هانية تنتبا قال لي هم صافي الاسلام سأخرجوا الكنترات ياوة ها ها هل سأخذوا المعطر مدين الفاسبورات ديالكم وش دبال سكم أموركم ما تكون وش هايزين تقول ما تزجوش كذا حيدو كذا ما تزجوش وش هايزين وش هايزين ابقوا قاسين كتنقلوا من سمرة كل شي كيل هاي ديو غحويش كوم من البوس وديو أموركم اللي هتخذكم ضرورية ومؤكدة قال لي صافي مرحبا ما كينزا مشكلة جو معنا ببالزنا وشينا وصلنا كتنبا بالمطار ها هو جاي على كف طمو بالفخمة السيد جاي وقف علينا السلام عليكم يا شباب حياكم الله الله يعطيكم القوة والصحة المهم انتم مستعدين احنا مستعدين يا الشيخ تجووا عندي تخدموا على كتافكم وتخدموا مضيان وعجبتني الطورة ديالكم والقلدات ديالكم وعجبتوني درابين بشوري المغاربة والنعم فيكم حياكم الله حياكم صافي يا الشيخ نحن سنجي ودبا مين سنجي وفين سنجي سنجي وردت سيدي الصيق والباب التي سأتسمناكم وكاتب لافتة فيها أسماء ديالكم وخا سيدي مرحبا ما كانت مشكل ايواء سيجيبكم عندي وانا سنجي باللازم ستكونوا انا موعد كلها سلامة مشينا لديورنا علمنا والدينا وجدنا البالس ديالنا وقال لنا التأشيرة ستخرج النهار يجب عليكم موعدنا قدامنا مطار معي شمع ثلاثة يللاشية صافي مجد تبويدي ستيج مع تحويجاتي مش التنبوس راسب برضا عليا مش التنبوس خواتاتي مشت عندي ميمتي أنا مزاوغ فيك رضيانية أوليدي بغيك رضيانية عندك أوليدي التبلو عندك أوليدي قتلك شي هيندي ولا شي بوانغلادي شي ولي شي حاجة أنا مزاوغ فيك أوليدي ورد بيلك مع رأسك وصير أوليدي أحضر حي تبغي ويدابدو ويقول لكم أنت فيدور أو أنت سيكوريتي ويقول لهم أنا مزاوغ فيك أوليدي صافي يكون هاني صافي يمي يكوني هانية خليت كل شي على خاطره وهم مساخين شو هم تيبوثوا ويعودوا فيها ثم مالي أنا فين غادي أخرد يا رايش ويتلقوني شي أحيانا أوليدي اجمع الفلوس اجمع الفلوس ما تجي من العام للعام وعدك تبالك الطيارة تقى غادي يجير الطيارة غالية يا أوليدي أه وصافي أخواني هاني يمي نجي من العام للعام ننظر معك التليفون ونضر معك الأبل ونشوفيني ونشوفك ونتم قرأوا العفريتة سواء ما نوستيكم شقرأوا من هاني لا يوجد أخواني يكون هاني هافيكم تكون جاي يجيب لنا معك هذه العبايا أبو يقول له أجيب معك تشاميره والديلتي يكونوا لها بسندق الزائر وليس يديروا فوق الرأس أه وليدي حافقت أنا بغيت نديرون بن محيب جمعنا جا سامير جا كامال أنا واحد أشيرنا واحد أخر واحد الضري جمعنا كعملين هازين ساكاننا طق مشينا وقفنا في المطار السلام عليكم السلامة والسيد جاي لنا بالطموبيل فخامة سافي جيسو الدرالي الشباب سافي أعطوني الباسبورات ديه لكم أعطينا الباسبورات ديه لنا ومهم هاكو الشيخة الرمعة أهل والسلام عليكم السلام عليكم كيفكم يا الشباب عذاكم طيبين أموركم بخير لبس الشيخ دب احنا من يركبوه وانو وصلوا فينا نجيو راح تيجون للمطار واثلاقي وصائق ديالي واقف تمك فهمتو ولا ما فهمتو لا فهمنا تفهمون علي اه كن فهموك طيب وقتلقوا الصائق ديالي وحاط لافيتو عليها أرقامكم عليها اسمائكم كاملين وقد تتبعوه وغيجيبكم عندي وأنا هتكفل بالباقي كونوا هانين كونوا هانين ما كانت مشكل صائق ديالي وتهضر المشكلة أنه لا ما كان شي واحد يمشى لدول الخليج مثلا أو لخدم في دول الخليج أو لتعامل مع الناس لدول الخليج ما غيقدرش يفهم اللهجات يعني اللهجة القطرية من اللهجة السعودية من اللهجة الإماراتية من اللهجة البحرينية صعيب أنك تفرقها ومتى مغربي يجي شي واحد يديرها بك في السماء يعني غاية در معاك بدك اللاجة غاية در خليجي اه هو الضماتي يغلبو الكتب صراحة بروجو لازم صراحة كش السيد قال لي وده باشوفو أنا غادي ندخل نشوف الموضوع كيفش دايل ونرجح قالوا وصافي الأمور ديالن ديالن ويلي الله يديكم هان سوما هالعقد ديالكم ها تصوركم هادا غا ماشي نقشرة أنا غادي ندير تقشيرة وده برا السيد مشاهدر بدورة فن 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 شوية وراجة قال لي وده بسيد قم له الفلوس باش يشوفها نصورها ليه واخا ماكينتا مشكل جبتان المليون ديالي جبت صاحب المليون دياله مهم خمسة ديال لملايين حطناها له في الطموبيل حطنا له خمسة ديال لملايين قال لي ناسا اوكي انا غا نصورها تقصورها قال له انت يا الشيخ شوف الفلوس فلوسك هيا كاملة محطوطة حط الفلوس دياله وحطها في الطموبيل قال لي ناسا فيه امركم مزيانة بلتي عفقوا محيي الطموبيل ديالي من الشمش انزيدها شي شوية زي الطموبيل دياله ما فيحنا يزعمه هانين ضربي هاد دورة احنا نحاضين على عينينا ضربي هاد دورة راكي الامان وكي نتطيقه ضربي هاد دورة وذلك الشي اركب مع واحد اخونا قال اه ما بلتي اركب معه اركب معه مش اضربي هاد دورة وراجعه وتاني كان لابط مهيب ان عرؤية تصبورات وش ادخل دا بايجي دا بايبان اعطينا دوك العقود شدين هون فيدينا دا بايجي دابايبان دا بايقشر لنا دا بان اشروليه دا با كذا دا بهادي دا با من هنا من هى من هنا من هى كان صونا خاطرهم وخاطرهم يخرجرهم خطرهم وخاطرهم يخرجرهم حنا مرتقى زيط الملاهي طوان جاعدنا واحد اخونا سنظروا هاتين جاي نجاح انا جايب لنا الباسبورات قل لنا را قل لكم عندكم خطأ ديالك اذا خطأ ديالك اذا هادا قل لنا را واحد السيد ولي اعتاني الدور اللي درنق انا التون بالوعلو عيدنا والبحثة بنمشى كنا نوجه اشنقنا علي قالوا اخو يا ماني انا انا را اخدام هنا سيكريت السيد عطاني هات الباسبورات قل لكم وعدكم شي خطأ فيه ونشبتم ليكم بيتوك عمشي معكم ونعمل الرحيل المفترض نمشيه زياد ورينها ونقع علينا تخلنا بدينا منوط الحيحت المخلص موضوعنا فلوسنا 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 وجارنا اخونا شانقيني اللوندفر غنقلكم العصيدة على مضطف هنا في المطر واتشواها مديره عنها شانا في المطر باتشواه سيبدروه عندكم سيروا لكم أسرية يدعوه السيد خلت أسرين الله يعونكم ما نحن لاننا اتلقوا السيد بعدوا منو قولينا مشانقين مع السيد يقول لي هما ملبسين نسوهما مشات على عينينا الضبابة عطينا اسمية غلط فوتوكوبي ديال لكارت ناشونال مزورة ما معروف لش كون هو الهوية دياله سيد اللي كراليه البرطما تعطيه نفس المشكلة اسمية مزورة وكل شي ما عارف عليه تشي حاجة مشات على عينينا الضبابة لزينا ببيل ذاتنا وتمينا جايين نجورو أديال الخيبة وجايين عند والدينا شدني بشبع فيها طرش لأن لم يبعد جوجد بها لش دياله لها مشا ودخلوه في قرعة أصحابي الأخرين تهوما والديهم شبعوهم معيور وبديت عنا يا صافي ما ما كان شوفش قدامي داخل فوح بالبيت ها 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 رب النار وما طلت يجيبني على النعاس عا كان فيق من النعاس كان هروب على البا مشات لنا فلوسنا مشات لنا كل شي الأحلام اللي كنا كان حلموا الوردية بأننا غانمشي وغانفقدو وغانخدمو وغاندروا الملايين تحنا ونجيبوا الطموبيلات للأسف كونش يتبخر في دقيقة مع نصاب محترف درها بي أنا ودرها بصحابي كاملين سيادنا لمغزع من هاد القصة اللي هردى لكم موديداتي حاجة اللي ما تكونش ميقنة ومتبتة وبوريقتة وبقوقتة وكتدوز من جهات رسمية أو لمؤسسات رسمية أو الأشخاص اللي كيكونوا أهل الثقة وعندهم مثلا مكاتب ليالهم أو لعندهم ما غادش يدروها بنا ما تلوحوش فلوسكم في الرملاء ما تلوحوش فلوسكم عند ناس نصابة اللي غا يدوليكم فلستكم ويقولوكم ما يعاون مكاتب ثلاثة شي حاجة ثلاثة هاد القصة كانت منها سبارتاجيها وتكون فيها عبرة كبيرة للشباب دابا اللي راسهم سخونه كيمشي كيقول كان شري كونترا غا ندير غا نفعل وكيعطى فلوسه غيف لها واع بحجة أن تكسيد أنا حكار أخدام غيفة نوراي تديرك فلسة كويزيد نصادروني دائما في قصص واقعية للعبرة ومشي فقط للفرجة حكاية ليلى وحسب العامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة